بسم الله الرحمن الرحيم ألف دام بيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها غزآ أولئك لهم عذاب مهير وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرأ فبشروا بعذاب نليم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ قَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترودها فألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل ذابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ وَلَقَدَ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنُشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيِّ لَا تُشْرِكْ فِي اللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيبٌ وَوَصَّيْنَا لِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ عَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا أَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَغْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَنَابَ إِلَيْهُ أُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنما إن تكم الثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خمير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر أصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر لصوات لصوت الحمير أَلَمْ تَرَوَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا علي آباءنا أولو كان الشيطان يدعوكم إلى عذاب السير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفرة إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غريض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر قل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجعد بآياتنا إلا كل ختر كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ألا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحاب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير